نظمت اليوم الغرفة الوطنية لمساعدة القضاة في شاتا بتعاون مع الاتحاد الأوروبي ملتقى حول إجراءات حجز الأقارات حيث شارك في الملتقى ممثلين من القنغو واللغابون والكاميرون وسهل العاج والبلد المستضيف شاتا وسيستمر الملتقى لمدة ثلاثة أيام على التوالي التفاصيل لدى محمد طهير صالح حسن في إطار الجهود المبزولة من قبل الحكومة وشركائها سيما مشروع دعم القضاة في شاتا يأتي هذا الملتقى حول إجراء الضبط العقاري المنظم من قبل الغرفة الوطنية لمساعدة القضاة الشديين أكثر من 65 مشاركا من مساعدة القضاة والمحامين وكتبة العدل والقضاة والمراقبين قدموا من الكاميرون والكونغو والغابون وسهل العاج بالإضافة إلى البلد المضيف شاتا ممثل وفد الاتحاد الأوروبي في شاتا جيروي وينغام قال إن شراكة بين شاتا والاتحاد الأوروبي تندرج في مجال تعاون القضاة الشديين وحماية حقوق الإنسان من ناحيته ممثل وزير العدل جيمينغ باي كاتنغار لدى مخاطبته الحضورة قال إن الورشة تسمح للمشاركين بتلقي المعلومات وأداء مهامهم بكل مهنية واستقلالية شاكرا في الوقت ذاته الاتحاد الأوروبي لدعمه المتواصل في تعزيز الكفاءات المهنية المضرجة والمتعلقة بالإجراءات الأقارية والبرهنة عليها خصوصا الاعتمادات القضائية ومساعدة المهنيين في التمكن من الإجراءات التي تساعد على الحقوق في الوسائق المتعلقة عليها من ناحية باي الأقارات وتزويدها كاركين بأدوات ذات صلة بالإجراءات المتعلقة والملفات المستعصية بغي تسهيل مشروع دعم القضاة في شات جديد بالذكر أن هذه الورشة تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي وتستمر حتى الثلاثين من هذا الشهر ترجمة نانسي قنقر